رئيس الدولة اللي بيشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وطبعا أثناء حضوره النهاردة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة كان في تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية وبناء عليها طبعا كان في مشاهد زي اللي حضراتكم شايفينها قدامنا دي كان في كلمة اتقالت أيضا كان في حديث عن الأوضاع الراهنة حوالين مصر طبعا احنا شايفين التوترات الجيوسياسية اللي بتحاصرنا بتحاصرنا من كل مكان سواء في الشمال الجنوب الشرق الغرب كل المنطقة أصبحت في حالة توطر شديد جدا جدا فكان طبعا لابد من كلمة تكون الكلمة تروح لمساحة ما يحدث حولنا وكانت القضية الفلسطينية هي اللي لها النصيب الأكبر من الكلمة دي فمثلا من الخطاب اللي تقال أن القضية الفلسطينية موجودة في وجدان كل الناس والدولة الفلسطينية بجانب الدولة الصهيونية ودي أناعشا أو آلة الإسرائيلية هدفهم واحد وهو حماية المواطن الفلسطيني وحماية المواطن الإسرائيلي القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني هنا مهم قوي أن يقول أن الكلام ده بيتقال دلوقتي لأن ده موقفنا السابت اللي دائماً بنأكد عليه لأن زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف به لكن المهم أن اعترفنا ومعرفتنا يتحول إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر الحقيقة طبعاً الكلام فيه جزء كبير جداً جداً صحيح القضية الفلسطينية هي فعلاً في وجدان المصريين ده حقيقي هي في وجدان المصريين موجودة في وجدان كل الأمة العربية لا يعني موجودة في وجدان ناس كتيرة في الأمة العربية الدولة الفلسطينية الدولة الرسمية إحنا مش بنتكلم على يعني فصائل المقاومة هم اللي ممكن يكونوا جنباً إلى جنب مع الدولة الصهيونية يعني أنا دي ما عنديش خلاف عليها على فكرة بالإضافة إلى أن كمان أنا مش معترضة أبداً على الكلام اللي تقال كلمة موزونة وعقلة ومسكة العصاية من النص بس بما أننا بقى جبنا سيرة وجدان المصريين لما هي معروف للجميع بما فيها رأس النظام أن القضية الفلسطينية موجودة في وجدان كل المصريين ليه أبطوا على مجموعة شباب؟ يعني كانت مظاهرة سلمية أو وقفة سلمية محدودة جداً جداً عشرات من الشباب وقفين قالك يعني أهو عندنا مناسبة نرفع عالم فلسطيني عالم إيه؟ رفعوا صورة للعالم الفلسطيني صورة للعالم اللبناني وبس اتقبض عليهم اتقبض عليهم إيه السبب أنا مش عارفة مبارح والله يعني بالصدفة كنت موجودة في وسط البلد هنا في اسطنبول وكنت في مكان قريب جداً من شارع الأشهر أو المدان الأشهر مدان تقسيم وكان في مظاهرة موجودة أنا مش عارفة سببها أنا ما بعرفش تركي وشباب كتير وسيدات ورجال وقفين والشرطة كانت موجودة موجودة عاملة كردون حواليهم سايبينهم بيهتفوا رفعين صور أكيد يعني وان الواضح جداً ان هم كانوا بيهجموا الحكومة وبيهجموا النظام الشرطة ما تعرضت لهمش الصحافة موجودة وقفة بتصور طريق ماشي الدنيا ماشية عبروا عن غضبهم وصلوا مطالبهم اللي قد تكون في قوية بصورة كبيرة جداً وخلصت خلصت مكان ساحة كبيرة جداً جداً معمولة بس كان نفسي أعرف السبب إيه بس فعلاً أنا التركي بتاعي يعني على قد ياك شملار وخلصنا سابوهم مش عشرات زي ده كانت فعلاً أعداد كبيرة مش عشرات زي اللي كانوا وقفين في المظاهرة اللي بس بيقولوا لبنان وفلسطين تفضلوا ده حتى يعني أغلبهم حاطت يعني الكممات على وجههم مش عايزين يشوفوهم ما قالوش يسقط النظام قالوا يسقط الاحتلال ما قالوش ارحل قالوا يعني ارحموا الأطفال فقط فقط لا غير بس المشهد ده كان كافيل كافيل جداً انه يخلي قوات من الشرطة تروح وتتحرك وتروح تقبض على المجموعة الصغيرة جداً دول اللي كانوا بيتظاهروا عشان فلسطين وعشان لبنان تعالوا نشوفو بنان يقول لبنان لشأن الشركة يسيطة يبنان 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 بيسليموا بقنات بنات في القلال برائز في القلال في القلال في القلال وقال يا illegal 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 illegal赫ال Aicuzd يو obvious of the police Jr. ده طبعا اللي صور المشهد واضح ان هي عربية فيها مجموعة من الفتيات الناحية التانية وقافين بيصوروا المظاهرة برضو بالموبايل حاجة شكلها حلو كده فجأة لقوا عربية الشرطة انهاروا يقول حاير ياخدوا بنات لأ احنا بناخد بنات من زمان قوي لأ من زمان القصة دي يعني احنا هنقول ايه ومسكوا مجموعة من الشباب والفتيات اللي كانوا واقفين في الوقفة السلمية لانها مش مظاهرة يعني حتى دي ما يتقلش عليها مظاهرة دي واقفة احتجاجية سلمية لفيها اعلام دي فيها بعض الصور المطبوعة عليها اعلام لبنان واعلام فلسطين وزي ما انتو شايفين انتو شايفين يعني ايه دي كم واحد واحد اتنين ثلاثة اربعة هقولي ستة ستة من الشباب هم اللي واقفين والباقيين دول شباب واقفين بيتفرجوا يعني اللي شايفين اللي قاعد على الصور ده واللي راكن بظهره ده ده واقف بيتفرج ده مش معاهم اصلا ده قدرا كده كان معد من على الكورنيش في نفس الوقت فيتقبض عليهم ايه اللي عملوه كان مزعج اوي للدرجات دي مش مفهوم زي ما فلسطين والقضية الفلسطينية في قلوب المصريين كمان والله لبنان وما يحدث فيها الان برضو في قلوب المصريين لكن انا اللي خوفني اكتر من اعتقال شباب في وقفة سلمية هو الخبر ده الخبر ده مخيف يا جماعة الشرطة يعني انتو شفتوا العربية اللي جات اخدت الشباب اللي ابضت عليهم ما هياش عربية ملاكه عشان يتقال ايه لا اصلي مش عارفين ده عربية بوليس عربية ما شاء الله عربيتين اهو من بوكسات الجديدة الحديثة المتطوره ومسكوا الشباب حطهم في العربية لكن ينزل خبر ان الشرطة بتنفي علمها بمكان الستة اللي تم اعتقالهم من بارح من الوقفة اللي بيدعموا بيها فلسطين ولبنان ده اللي مقلق جدا جدا يعني ده فيديو متصور صوت وصورة وعربية البوكس بتروح وبتاخد الشباب فتطلع تقولك لا اهو بيقولك هنا مكتوب القت قوات الامن الابض على ستة من اشخاص نظموا واقفة محدودة واقفة محدودة اعلى حي الزمالك تضامنا مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الاسرائيلي وقال شاهد التعيان لمدى مصر فيما لا يزال مكان احتجازهم غير معلوم بحسب المحامية مهينور المصري واوضحت المصري اليو واوضحت مهينور لمدى مصر ان المحامين الراغبين في حضور التحقيقات مع المقبودة عليهم سألوا عنهم في اسام الشرطة القريبة من موقع الوقفة بما فيها نقطة شرطة الزمالك واسمه اسر النيل غير ان جميع اقسام الشرطة اللي سألوا فيها نافت معرفتها بمكان وجودهم يعني هل مثلا نقدر نسأل عليهم في الامن الوطني نروح التجمع نروح مدينة نصر عشان نشوف هما فين اظن لازوغلي قفل اظن معرفش يعني اظن معقولة تاخدوا من على الكبري للامن الوطني على طول طب البوكس ده بيبقى مش بمعرفة الاسم اسم الشرطة هو اللي بيبعت ولا ايه يعني الخطوات ماشي ازاي الاجراءات بتمشي ازاي وهل مثلا دي مقايدة يعني مبارح طبعا اول لما حصل كده الشباب المحامين راحوا عشان يتشوفوا حصل ايه معاهم فمثلا بيحاولوا يدايقوهم ويقرفوهم وينكدوا عليهم فقالوا لهم مش عندنا وهم عندهم عادي يعني مهنور المصري كتبت الكلام ده من سبع ساعات يعني لا اكتر من سبع ساعات الكلام ده من حوالي عشر ساعات كتبه وبتقول 14 ساعه والشباب اللي يعني دلوقتي 24 ساعه دلوقتي فاتي يوم كامل يعني اه يعني هي اتخدت مبارح على الهوى مع ماد دلوقتي كده خلاص نقدر نقول 24 ساعه 14 ساعه والشباب اللي قلبهم واجعهم وعايزين بس يقولوا احنا مش نسيين اخوتنا في فلسطين ولبنان لسه مختفين بعد اما الامن مسكهم عشان اولويات الامن معروفه دايما والله انا حزينه ان الناس خلاص بقى دل انطباع بتاعها عن الامن وعن منظومه الامن في مصر معارفين هم مين اولوياتهم عارفين هم عايزين ايه عارفين مش عارف ايه مفيش دولة في العالم بتفضل عايشه بالنار والقرباج كده يعني مفيش حديد ونار مفيش لازم يبقى فيه شوية مرونه مرونه للناس الوقفه دي مكانتش هتضر النظام في حاجه خالص بس قلت هتلاق بقى التهليل والصحف ووقفه احتجاجية ولا مجرد وقفه مجرد وقفه سلميه لأ بلاش منها ونمسكهم ونقدبهم ونعرفهم متعملهاش تاني ليشجعوا واحد مثلا يقرر انه يقف عشان الاسعار او عشان الغلاء او عشان فواتير الكهربا او عشان رفع الدعم او عشان قضايا من اللي تهموهم بجده نظرية اضرب المربوط اللي يخاف السايب دي بقت مزعجة جدا 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 الحقيقه لكن هي دي مصر وادي القضايا الفلسطينيه اللي في وجدان كل المصريين لمجرد ان فيه ست انفار قرروا انه هم يعبروا عن ماذا يحمل وجدانهم مش عارفين حاجه عنهم بقى لهم 24 ساعة اشتركوا في القناة